عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع ممثلين شركة سيراج الصناعية وتحالف شركة فيسراء الإماراتية ومجموعة هانيوال العالمية وذلك لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها بالخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المصنعة محلياً تم خلال الاجتماع استعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين المكونات خاصة بمنتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مكون من شركة هانيوال العالمية وفيزرال إماراتية